عمليات التجميل هي ظاهرة منتشرة جدا من زمان وطول عمرنا بنشوف كتير من نجوم الفن والمجتمع في العالم كله بيعملوا عمليات تجميل ولكن خلال الفترة الأخيرة الموضوع اتصدر الترند لأسباب مختلفة تماما عن فكرة مين عمل عملية تجميل وغير شكله أو حسن شيء في شكله عمليات التجميل خلال الفترة اللي فاتت اتصدرت الترند بسبب الكوارث اللي نتجع عنها الحقيقة فيه فنانين كتير قدروا انهم يطلعوا ويتكلموا عن ده وعن المشاكل اللي حصلت لهم من عمليات التجميل بشكل واضح زي مثلا الفنانة وفاق سالم والفنانة مايسارا والفنانة السورية مها المصري وشوفنا كمان كلنا الفنانة هيفاء وهبي والفنان عمر كمال والموضوع ما وقفش عند الوطن العربي لا ده كلنا كمان شوفنا مشاهير في هوليوود قبل كده حصل معهم نفس الأزمة وقالوا ده بصراحة زي الفنانة جاكي ستالين وباريس هلتن اللي عملت أكتر من سبع عمليات تجميل عشان تصلح خطأ وبردو لسه ما تصلحش لحد الوقت وغيرهم وغيرهم كتير جدا ترجمة نانسي قنقر